ازايكم يا احلى جمهور حكاية هنا قناتنا بتارد كل انواع للحكايات والروايات بشكل مختلف وكمان بنقول اللي عنده قصة او مشكلة بنعرضها له في شكل درامي على القناة وقبل ما نبدأ حكايتنا ياريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم ويلا بينا نبدأ حكايتنا في قناة حكاية هنا بص حسام لي جميلة بصات خلتها تحس بالخوف ولكنها ما ظهرتش كده لكن قلبها تطمن وقلبها خاف لما اترفعت ايد حسام علشان تضربها وغمضت عينها بحركة تلقائية لكن الغريب ان ايد حسام ما وصلتش لها لان في ايد مسكتها من وراء بتح الجميلة عنها وبتبث لات قدم بيمسك ايد حسام بغضب حست جميلة بالسعادة والاطمئنان وحست ان قلبها بيرقص من الفرحة كده برضو يا حبيبتي اغيب عليك دييتان الاقي كلامات الكلاب كلها حواليك كده بقولك يا كابتن احسن لك تمشي من وشي لحسن ورحمة امي لو وريك اللي عمرك ما شفته ولا حتى هتشوفه فاهم وام حسام ضرب ادم بقوة وجميلة اتفزعي حطت ايدها على بقها ويبتصرخ اه يا ابني الوحيات ما اسيبك وادم رايح يضرب حسام وبستعد علشان يضربه وفجأة وقف الجميلة بينهم كفاية كفاية ارجوكم مشوني من هنا وحس ادم بان جميع اطرافه تشلت من الحركة امام تلك عنين جميلة وبص ادم لو حسام بشيء من الغضب وقال له انت المراضي فليت بس لو لمحتك تاني سداني مش هيحصل لك كويس واخد ادم جميلة من ايدها وكانت ماشي معا باستسلام ولغاية ما دخلوا العربية واعج جنبها وما تكلمش ومش ادم شوي بالعربية وبعدين قال لها عاوزة تروحي فين اطلع المأزون بصيلها ادم بدهشة انت متأكدة من اللي انت بتقوليه ايوة متأكدة وفي صباح اليوم التاني فتح الجميلة عنها وياب تفتكر للي تمبارح ساعتنا كاتبوا الكتاب وفتكرت انها حسد بسعادة وهي مش عارفة سببها وضحكت ومش عارفة تمنع نفسها من الداحك لكنها قامت وراحت وقفت ده مصورة باباها ومامتها ماما بابا انا مش عارفة اللي انا عملته ده صحي ولا غلط بس انا نفسيا مرتاحة وحس انا سعيدة وكمان يعني بصراحة انا يعني موافقة مش عشان الوطن والجو ده بصراحة لأ وادمز او يا ماما واللعناه الجوز دول يا لهوي ايه اللي انا بقوله ده ده انتو لو كنت عايشين كنتوا ربطوني المهم بقى انا هروح اروع الشقة قبل ما ييجي بس لو قال لي مبارح انه هيجي على الساعة خمسة كده على بال ما يلمه دومه وراحت جميلة الى قضتها وهي فرحانة وبطنط يس يس الامر ده هيعيش معايا يا خراشي يا ناس ولبس الجميلة عباية وسعة وربطت شعرها بشارب وقعدت علاب الخاص بها وشغلت اغاني وبدأت تنظف البيت وادم لم يهدومه وقعد على الكنبة وبيفتكر جميلة وملامحها الطفولية وبيهز راسه وبيقول انت بتفكر فيه انت كمان ادم جميلة مجرد مهمة زي اي مهمة اعقل كده وبلاش تخيل وبعدين غلمت عينه وبيتكلم نفسه جميلة مش مجرد مهمة وبعدين قام وهو بيظهر الحزن واخد شنطته وطلع بالعربية وانجميلة خلصت الشقة وغيرت هدومها ونامت على السرير من قطر التعب اهياني تهدحلك يا جميلة علشان مستر النينجا ده اما اما اكل بقى يا باي انا جعانة قوي بتبص لصورة ابوها امها ايه بتبص لك ده لايه ماكلش يعانا موت وبتضحك وراحت تعمل السندوتشات وفجأة سمعت صوت باب الشقة ده اكيد مستر نينجا اما افتح له بدلا ما يكسر لي الباب وراحت فتح الجميلة وبتبص لقت قدم وايف قدامها ولابس بانطلون جينس سويد وفوق تشيرت بيض وبيبرز عضلاته وكمان بيبدو وسيما جدا ايه السنة عشان تفتحي استباحنا واستبح الملك لله بتقولي ايه سمعيني مش بقول حاجة بقول اسكار ايه حرام ولا القانون منعها يا سيادة الرائد لا ما منعاشها سكر وده حكت جميلة وراحت للمطبخ وسمعته بيقول اعمليلي اكل معاكي انا جعان جدا لا كده كتير لا يكون فاكرني الفلبينية اللي وارسها عن ستو بص بقى يا انت لو هتتنايل وتعود هنا يبقى تعود بقوانيني وقواعدي فاهم عجبك عجبك مش عجبك اتفضل وممكن الف زابط يعني يدربني فهم المهمة المنايلة دي مفهوم لا مش مفهوم ووريني بقى تعملي ايه بقولك ايه اعقل كده بدل معورك هتعوريني ووريني كده طيب هتعوريني ازاي كده يا ابني ابعد عني بصيلها ادم وبيبتسم بخبص وبعدين شال السكينة من ايدها وبعدين قرب منها جامد وجهقت جميلة بفزع وحست ان انفاسها بتتسارع ودقات قلبها بتتعالى وادم قرب منها وبيكلمها في ودنها لسه ما تخلقتش لتهدد ادم عز الدين وحاولت جميلة انها تتخلص من ايد ادم لكنها في شليط ممكن تسيبني وحس ادم بصوت جميلة بخوف وزبها وقعد على الكنبة علشان دقات قلبه تهدأ وجميلة ما تسمعهاش وجميلة راحت للمطبع علشان تكمل الاكل وتهرب من المواجهة وفي شقة في منطقة راقية قعد فتاة بتمسك في ايدها تليفون وحط ايدها التانية على بطنها المنتفخة قل لي دا يا كريم ماشي لما تيجي والله لا اوريك وبتضغط على زرار الهاتف بغز قالو اياسا كريم ممكن اعرف سيادتك فين لحد دلوقتي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا قلبي كريم لا وكمان لك نفس تهذر ما انت لو كان عندك دم بس ازاي متأخر وسايبني وانا حامل في البيت لوحدة لحد دلوقتي طب افرق جرلي حاجة انا ابنك ولا بنتك اللي في بطني دي لا ولا سيادتك مستبيع تلاقيك حاطة عينك على واحدة صغيرة ورشيقة مش بقيت انا مش مالي عناك بعد ما بقيت حامل خلصتي اه اه اخلصت طيب سلام واقف الكريم تليفونه من غير ما يستنى ردها كده يا كريم اقصى عليك عقون يكون حبك ليه يا قال علشان شكلي بقى وحش من الحمل كده يا كريم لك كن بتفكر تسيبني ان انا موت من غيرها الف بعد الشر عليكي وبتبص اسماء وراها لأ الكريم واقف وبتحك لها وكريم بيقرب منها وبيقول لها ايه وعف يوم تفكري ان ممكن اسيبك ولا اعرف حد غيرك لان من غيرك اموت انت مش بس مراطي انت امي واختي وبنتي وحياتي كلها ولازم تعرفي انك في عناية زي الامر على طول فهمة انا بحبك قوي وانا بموت فيك يا احلى طفلة في الدنيا كلها وده حكيت اسماء ان ربنا رزقها بالزوج الصالح وخلصت جميلة الاكل وحطته على الترابيزة وبتبص الادم لقيته مغمض عينيه ففكرته انه نايم فقربت منه بهدوء وبتتأمل في ملامحه يا ربي شبه الاطفال اوي هو نايم بس بيزحى ولا بيفتح بقه بتحول باللبنى ادم براس كلب اف بس انا ليه حاسة ان فرحانة اوي وبتتخضي جميلة لما ادم بيزحى وبيقول لها خلصت اصور ولا لسه انت صاحي انا فتكرتك نايم خلصت لقاك اه وهي طلب تعرفه تطبخي ولا ايه لا اله الا انت بقولك ايه انت ما تعرفش تقول كلمتين حلوين على بعض مفيش شكرا ولا كمان بتتأمر وادم كان رايح يرد عليها لكن قطعته صوت خبت على الباب وبيقول مين وانا ايش يعرفني هو انت شايفني الباب قدامك ببوسع بقى خلينا شوف مين وقعد ادم بيبص لها وامتنح فيها وهي ماشى ناحية الباب وفتحت جميلة الباب وشافت قدامها شاب يبدو من الاغنياء وكان الجميلة بتفتح جزء صغير من الباب علشان تعرف مين اللي بيخضى خير حضرتك عايز مين مش حضرتك مادام جميلة برضو ايوة انا خير ودحك الشاب ولكنها تفاجئت ان هو بيطلع سلاح من تحت هدومه ودخل الشاب وقفل الباب وراه وكان بيبص الجميلة بعينه مليانة شار وبتبص جميلة بسرعة علشان تستنجد بآدم لكنها اندهشت لما ملقتوش وبصلها وبتكلم جميلة نفسها يعني انا بقيت لوحدي لازم تحمي نفسك ولا تشوفي نفسك هتحصل لك ايه وبصل جميلة للشاب وبلعت رقها بسرعة وتحركت وبتجري لكن للأسف الشاب كان اسرع منها فشدها من شعرها وهي بتصرخ وبيحط السلاح في رأسها وهو بيقول لها هو فين هو مين لا بقول لك ايه ما تستعبطيش انا عارف انه هنا وحس الجميلة ان شعرها كان هيتقطع في ايده وعاد التعيل اه انا 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 مش عارف انت بتكلم علي بالزبط والشاب رايح يضغط على السلاح وبيقول لها هي بتقرى الفتح على روحك وغمض الجميلة عنها والدموع في عنها كالمطر لكن فجأة جفت دموعها عندما سمع الصوت حست ان قلبها بيرقص انا رايي انك انت اللي تقرى الفتح على روحك وكده خلصت حكايتنا النهاردة ويريد تقولوا توقعاتكم وما تنسوش تدعمونا بالليت والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم وليكم وتقولوا اي رأيكم في قناتنا سلام